على باب آلامه وآلام صغيراته ينتظر المواطن رحيم عامر صالح من يخفف مرارة الوجع وفضاعة الحرمان شقيقات أربع أو هن المعذبات حالهن حال بلد ليس أقل منهن مرضا مشاعر تختلط بين أن تضحك ساخرا من واقع لم يسعف مرضك على صعوبته ومشاعر أخرى لم تستطع إخفاء صورة ألم خلفها مرض الصرع الخطير الذي تعانيه الشقيقات الأربع ويعيشن في منطقة سبع نيسان بالفلوجة بالنسبة للعلاج هذا الديباكين هذا صعوبة يتحصل بغال فما أقدر أحصل عيون حائرة لفتاة لم تشف بعد وألم يمتد ليقطع أجيالا من الوجع فعم الشقيقات الأربع مصاب بمرض ضمور الأعصاب عائلة تعاني الصرع في عراق صرعه ساسته لم يجد أهله من يأخذ بأيديهم وحاجة لدفء تتلمسه فتاة عند أب أقعدته الحيلة فلم يجد ما يسعف به كريماته الأربع في ظل حياة مهينة زادها الإهمال الحكومي مرارة على مرارتها حياة مكتملة الوجع ناقصة الدواء والغذاء ولقمة مغمسة بالهم لا تسد رمقا ولا تشبع مرضا جائعين وحقيبة تمنت الفتيات المريضات أن يحملنها إلى المدرسة لكن المرض وقف حائلا صورة تعكس شدة سوء الحال في بيت مرض أهله فهل يجدون في العراق من يغار على حالهم ويطرق بابهم؟ هذا دمونان يشتغل لثنين من أدين هم على الوجب كان أنطيهم وجب كان أنطيهم الثنين من أدين وزارة لم تطرق باب المعذبين ومرضى يأملون من يمد لهم يد العون والرعاية فهل يجد من تسترهم هذه الجدران قلوبا تشعر وضمائر تتحرك لإغاثتهم أعلهم يتماثلون للشفاء ترجمة نانسي قنقر